فالفورد يوجه رسالة نارية إلى الجميع بعد الفوز ماما السيتي جود بيلينغ هام التضحيات سبب الانتصار تمنى مزيد من الليالي مثل هذه أنشلوتي بعد إقصام مانشستر سيتي من دور الأبطال لا تعتبر ريال مادريد انتهى أبدا تعليق رائع من زيدان على فوز ريال مادريد الصعب على السيتي ولكن قبل بداية الفيديو لا تنسوا أن تشاركونا بأرأيكم في التعليقات عن مباراة أمس هل كنت تتوقع النفوذ بعد كل ما فعله السيتي وإذا كنت من عشاق النادي الملك لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك الأخبار فور نصولها وهي بنا نبدأ الفيديو بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالفورد يوجه رسالة نارية إلى الجميع بعد الفوز ماما السيتي عبر الأوروغوياني فيدريغو فالفورد متوسط ميدان ريال مادريد الإسباني عن سعادته بتاهل فريقه إلى نصف نهاي دور الأبطال الأوروبية رغم أفضلية السيتي في لعب الكرة على حد قوله وأكمل ريال عقدة المتاهلين في نصف نهاي دور الأبطال ذلك بانتصار على السيتي بركلات الترجيح في ياب دور ربع نهاي وأكد أنشيلوتي دافيد المدرب المساعد في جهاز ريال مادريد أن فالفورد طلب عدم تنفيذ الركلات الجزائية بسبب أحساسه بالتعب فماذا قال فيدريغو فالفورد بعد تاهل الريال؟ في تصريحات النقلة الصحيفة موندو دي بورتيفو صرح مادريد موجود دائما من الواضح أن المنافس كان أفضل ويلعب كرة قدم أفضل من فريقنا لكننا ريال مادريد أظهرنا وجهنا دون اللعب بأفضل طريقة ولكن القتال وضاف لقد قمنا بالمهمة التي خططنا لها حتى الهدف لكن عقليا تتخلف عن ذلك ويفسد الأمر بالإضافة إلى إرهاقها جسديا فإن الركض خلف الكرة يقتل رأسك لكن عليك أن تعرف كيف تعاني وتعمل وتفتخر وتصمد هذه اللحظات مطلوبة واردف لقد كان عملا رائعا من قبل الجميع أهنئ لونين الذي تعرض الانتقادات بسبب لعبه في مواجهة الذهب التي يمكن أن تحدث لأي شخص لقد أخرج شخصيته لقد ظهر أنه قادر على أن يكون حارس مرمري المادري واختتم قيل أن أهنئ جميع الزملاء الذين كانت تغيفوا مع الوضع هناك زملاء في الفريق يتميزون أكثر بالهجوم لكنهم اليوم قاموا بعمل رائع جوت قاتل حتى اللحظة الأخيرة كانت لدي الشجاع لتنفيذ الركلة الجزية إنه لاعب ناضج وشخص شجاع جوت بيلينغ هام التضحيات سبب الانتسار أتمنى مزيد من الليالي مثل هذه عبر الإنجليزي جوت بيلينغ هام عن التاهل رفقة ريال مادريدي لنصف نهاية دور الأبطال الأوروبية على حساب السيتي الإنجليزي وشارك بيلينغ هام في المواجهة كاملة وسجل ركلة جزا خلال ماراثون الركلات الترجيحية فماذا قال جوت بيلينغ هام بعد تاهل الريال؟ في تصريحات تلفزيونية لشبكة بيين سبورتس قال عقب المواجهة انتصار جميل يكافئنا بطريقة جيدة ركزنا على الجانب التكتيكي ومثل ما رأينا لابد من التواجد والالتزام تكتيكيا تحلينا بالهدوء على أرضية الميدان ووصلنا إلى نصف النهاية والثناء يعودوا إلى لونين وأردف الانضباط التكتيكي هو سر النجاح ونحن معتدون على ذلك التضحيات هي من حسمت تلك المواجهة التضحيات من كل اللاعبين ولابد أن نثني على ذلك قدمي ميت عمليا وأردف نعرف قوة السيتي عندما يلعب من العمق المدرب مرن بجعلهم يلعبون على الأجنحة أكثر من العمق والتحكم في الوقت الأمر صعب جدا دائما الكرة كانت معهم ولا يتوقفون عن تحريكها كانت معظم الفرق ستنهار إذا وجهت هذا الوضع لكننا تحملنا الأمر جيدا لما كنا أحلم أبدا ببدأ وقتي في ريال مدريد بهذه الطريقة أتمنى أن يكون هناك المزيد من الليالي مثل هذه واستطرد هيمنو على الاستحواذ لكن كنا جيدين في افتكاك الكرة كذلك الهجمات المرتدة الثناء الكبير موصول هذا المدرب بغشيلوتي يبذل مجهود كبير مع اللاعبين كارلو هو كارلو وأنا محظوظ بأن تدربت تحت إمرته وأكمل قايلا لقد كان الانتصار بسبب العقلية عليك أن تنظري للأمر على أنه مسؤولية وليس ضغطا إذا كنت تريد اللعب لفريق مثل ريال مدريد وعن مهجة باير ميونيخ قال الباير نحترمه يعجبنا بالجودة الكروية أسعى للفوز بهذا اللقب أنشيلوتي بعد إقصاء السيتي من دور الأبطال لا تعتبر ريال مدريد انتهى بدا حدث كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بعد تأهل فريقه لنصف نهاي دور الأبطال الأوروبي على حساب حامل اللقب ماشستر سيتي وقال كوتش الريال في تصريحات نشرت صحيفة الأعاسة الإسبانية لقد بدانا بشكل جيد وتقدمنا في النتيجة بدهنا نعاري ونقاتل ونضحي وكان السيتي أكثر سيطرة أعتقد أننا دفعنا بشكل جيد للغاية وأضاف إنه شعار النادي لا أستطيع الشرح لعب لونين مواجهة رائعة بحلول ركلات الترجيح كنا مقتنعين تماما بأننا سنت أهل هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها القدوم إلى السيتي والفوز كذلك وشار من الواضح أني أحب ذلك حقا عندما أرى فريق يضحي ويقاتل بالإضافة إلى الجودة الفوز هنا لا يمكن أن يتم إلا بهذه الطريقة رودريجر فجاني للغاية في تزديدته لركلة الجزاء وأردف لقد دفعنا بشكل جيد حقنا الليلة كان الأمر يتعلق بالبقاء على قيد الحياة مدريد نادي يعتمد دائما على القتال نجل البقاء في المواقف التي يبدو فيها أنه لا يوجد مخرج لكننا دائما نجد طريقة وعن كلماته مع بيب غورديولا مدربة سيتي أوضح لقد هناني على التأهل وتمنى لنا توفيق لقد كان رجلا نبيلا كما كان دائما وكما هو الحال في هذا النادي نادي السادة وحول مواجهة الكلاسيكو القديمة أمام برشلونة والمقرر لها لاحد المقبل في الدور الإسبانيا فاد ليس لدينا أي مشاكل بدنية ولدينا الوقت حتى يوم لاحد للتعافي ننام هنا بهدول التعافي وندرك وانا نقوم بشيء جيد جدا نعتقد الجميع بأننا متنا ولكن لا نعتبر مدريد ميت نبدا لأن مدريد لا يموت أبدا تعليق رأى من زيدان على فوز ريال مدريد الصعب على السيتي إن مواجهة اليوم بين ريال مدريد والسيتي هي بحق درس في كرة القدم على أعلى مستوى لقد أظهر السيتي قوة كبيرة طوال اللقاء وهذا يظهر لماذا هم واحد من أفضل الفرق في أوروبا إن قدرتهم على التحكم في الكرة وبناء الهجمات تستحق كل الإشادة ولكن ريال أظهر شيئا خاصا اليوم الإسرار والروح القتالية التي لا تلين هي من سمات هذا النادي العظيم وما رأيناه اليوم هو تسييد حقيقي لهذه الروح في الأوقات الذي بدى فيها أن كل شيء ضدهم لم يستسلم لعب الريال أبدا واستمروا بذلك في القتال حتى النهاية الفوز بركلة الترجيح ليس فقط مسألة حظ بل هو نتيجة لعزيمة وإسرار لا يمكن تقديره بما يكفي هذه نتيجتات لتؤكد مرة أخرى أن الريال هو فريق يمكنه التغلب على أي عقبات بغض النظر عن صعوبتها أود أن أشيد خاصة باللعبين الذين تقدموا لتنفيذ ركلة الترجيح هذه اللحظات تحتاج إلى شجاعة وتركيز وقد أظهروا لعب الريال هذه الصفات بجدار الآن نحن نتطلع إلى نصف نهاية حيث سيكون التحدي أكبر ولكني واثق جدا من أن هذا الفريق لديه ما يلزم لمواصلة مسيرته في البطولة وأن ما يسعى للفوز بلقب دوري الأبطال الأوروبية مرة أخرى ترجمة نانسي قنقر